واشنطن مدينة مثل غيرها من العواصم أحياناً تلقاها صاحبة وأحياناً تشارك بالملل خصوصاً إذا قارنتها بالنيويورك لكنها تبقى أهم مدينة وأهم عاصمة بإحداثها ومركزها السياسي ودورها في السلم والحر كل صباح وأنا في طريقي للمكتب لابد أني أمر من قدام البيت الأبيض هذا المكان اللي تغير كثير من يوم ما جاء ترق مدوا الحواجز ورفعوا الجدران حولها وصار اختلاس النظر للداخل مسألة مستحيلة أسأل نفسي دائم عن معنى الصبر والأمل اللي جعل مجموعة من الناس من 40 سنة مخيمين قدام بيت الرئيس رافعين شعارات ومعلدي صورة واشنطن ما تخلق أساساً من المظاهرات إن كانت مع ولا ضد الرئيس لكنوش اللي يخلي المظاهرات السود هذه المرة مختلفة وعند قدام باتورة وشهر مزيد عني أمر بالداخل المشاركي وكما ترونر الناس من تجزم بكثير من المصلحوات اوتصلك ، دعني أريد أنه لا يتحسن كذلك شخص في цوات وإن أن تخذت من قبل الذهاب أن تقوموا بأستقبل أما أنهم قد تقوموا بأستقبل أنت تقوموا بأستقبل لقد قلت أن تقوموا بأستقبل طبعاً كاتب في الشأن الأمريكي أتابع بشكل دائم وسائل الإعلام ولقيت أن الصورة التي تنقلها لنا عن المظاهرات في المدينة وفي أمريكا بشكل عام فيها ضبابية وأحياناً تناقض وعلى الرغم من موضوع كورونا والخوف من العدوة إلا أني قررت أستعد بكمامتي وأشحن جوالي وأنزل أشوف بعيون الصورة العقيقية اليوم المظاهرات الكبرى في دي سي يعني بتكلم عن أنها أضخم مظاهرة من سنوات في دي سي هي أكيد أكبر واحدة من لما صار المشكلة فمتجهين لها الآن ونشوف كيف الوضع هاتف كفاً بحش كفاً كفاً ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك يمكن أن تكون عن كل منهم ولكنني أريد أن أضع أن هذا هو عن حيات الناس الناس تتوقع انه اللي طارعين جرد من اليسار سألنا دورنا ولقينا من اليمين وسألنا ليش طلع اليوم في المظاهر ناس كثير في امريكا تقول انه ترمب هو سبب العنصرية هل هذا الكلام صحيح؟ يهب نستطيع أن نتحدث عنه. نحن نتحدث عنه. سنعرف عنه نبوك. لا أعلم أنه سوف يخبرني أنه لا يساعد. لا يؤمن أنه يساعد. لا يؤمن أنه يساعد. لا يؤمن أنه يساعد. أعتقد أنه يساعد بسرع قد. وقد يساعدات مزيدة التي تدادهت إلى مكان المسارين. لقد كانت محركا بكثير من الوصول. فهذا كان لقد كان جدا. فهما كانت كمانكي وقلت لديه ورأي نفسه. أنظرنا أنظرنا أن gördنا في العالم وفهمنا أنظرنا نصبغا نظرنا في تلقيه على عمله وبإنما يقتربا ونحن أنظرنا نظرنا أعتقد أنه هو هو المطادر المنطقة في الفيتيت حيث كلها من العالم هو المنطقة المنطقة حيث مرقبا نظرة ونظرنا أعتقد أنه فهما إنه مآتنا قد يكون لتحضير يتمنى لتحضير تحضير من النات حيث نظيف لتجمع الآن وصل إلى أقصى تقريباً باقي يعني ربما ربع ساعة وتكتمل العدد خلال الحديث مع الناس الأراء مختلفة التصور كان ربما أنهم كلهم ضد ترمب بعض الأصوات تقول أنه ترمب ماهو قضية في الأساس القضية هي الوقوف أمام البطش والعنف في الشرطة الآخرين يقولون أنه الناس موجودة بصرف النظر عن انتماءاتهم لأنه على اليمين وعلى اليسار هناك يعني أشخاص مؤمنين بالقضية فحتى الآن التجمع زي ما واضح من الخلف من جميع الأعراق ومن جميع الأجناس ومن جميع الأعمار وفي توزيع للمياه موجودة النظافة المنطقة النظيفة حتى الآن بشكل ملحوظ وكأنه مهرجان يعني أنا أشوفه أقربه يعني أمثل أكثر كمهرجان وفعلا الناس طالع في مشهد احتفالي موسيقى 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 هذا السريق الطبي اللي قاعد يمو طبعا سي الجميع قاعد يحييهم طبعا زي ما هو واضح الأمر داخل في كورونا الأمر داخل في الاعتراض السياسي الأمر داخل في الأعراض المختلفة والآن في الخلف ما نسمع الهتفات بين بلاك لايفز ماتر والتجمع الآن تقريبا وصل إلى المنطقة موسيقى موسيقى بعيد عن التمييز ضد السود من الشرطة ما هي أنواع و أشكال التمييز ضدهم اليوم في حيات مدولية؟ إذا أردت رائع موسيقى قدرات بإمكاننا بالمخصص والمخصص الأمر السود على مخصص المخصص الناس وأحيانا سعيد كيفية و مرحلة و مرحلة يجب أن نقوم بقية علينا أن نغطيها ونحن نقول نحن 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 لا يكلك السابق! لا يكلك السابق! لا يكلك السابق! لقد قلت لتريدون الوضعين لقد متأكد لتق원 أمامي ليس لديك المساعدة الآن أريد المخلص أريد المخلص ليس لذلك ثم تحولي المخلص إذا كانوا كلهم متفكين مين يتكلم على الأطراف الثانية الغير متفكين علىهم؟ سحسنك! ترجمة نامنا بجواند ترجمة نامنا بجواند مدد يلاحظوا أن مزيدة سنتقرب وزقانات أكثر مرتزعة تجمع ضعرروا إلاستخدام و limitations قليلاً من الناس، كنت في ربماً من الناس، كنت في ربماً من الامرinois، معناً من الاتنيين، كنت في ربماً من الناس، ونرى الكثير من الناس، وليس أكبر من المفيد من الناس هذا الصراحي جداً، تجاه البيت الأبيض أمامنا طبعاً مباين البيت الأبيض باين المسلة والمظاهرين نحوى 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 ترجمة نانسي قنقر نعرف تماما كيف بدأت المظاهرات لكن السؤال كيف ممكن تنتهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر with Black Lives Matter But when black lives actually begin to matter in this country هل هذه المظاهرات عندها القدرة على أن يتأثر على نتاج الانتخابات في نوفمبر؟ أقل إنه يكون كبيراً يؤثر على نتاج الى صفحاتي لنوفمبر أعتقد أنه سيكون لدينا الانتخابات في نوفمبر إذا كنان الانتخابات في نوفمبر ولكن إذا فصلنا إلى الى المؤمن ثم إذا فصلنا إلى نتاج الى المساعدة فإن نتاج الى المترى واليشخص الذي لم يقبلون في عاماً سيكون لن تجد الى المنظمة المضاهر الآن الساعة سبعة تقريباً واكتملت تقريباً من كل الشوارع في المدينة اللي جاي من الشمال واللي جاي من الجنوب اللي جاي من كل الاتجاهات والميادين طبعاً في بعض المظاهرات حتستمر في أماكن مختلفة حسب المواضيع لكن المنطقة الآن هذه على أطراف المظاهرة وزي ما أنتوا شايفين يعني مليانة تماماً الأجواء طبعاً كانت نقطة مهمة نقطة كورونا هل الناس ملتزمة بالأقنعة وبالماسكات تقريباً الجميع ملتزمة الموية زي ما أنتوا شايفين هنا جنبنا يعني سبيل الناس تقدر تشرب وتمشي وكذلك الحمامات موجودة في كل مكان الأمن تقريباً ما له أي وجود يعني أنا ما شفت ولا رجل شرطة ربما في شرطة سرية أو شرطة يعني بلبس مدني لكن وما في أي أشكال من أشكال العنف أو أشكال حتى الناس في أجواء احتفالية هذه هي تقريباً مظاهرات في دي سي اللي تعتبر يمكن أكبر تظاهرة يمكن بعد الومن مليون وومن مارتش اللي صارت قبل تقريباً سنتين أو ثلاثة لكن بالمجمل هذه يمكن أكبر مظاهرة والحمد لله غطيناها وصلنا تكلمنا ألتقينا مع ناس وكانت في أجواء جداً جداً مطمئنة وأنا في المظاهرة كنت أسأل نفسي وين الأمن وين العسكر وين الصور اللي شفناها وين العلف والتخريب كيف ممكن تغير الوضع بهذه الجثرية من اللي شفناه في التلفزيون الحرس الوضن وغير من الأجهزة الأمنية وقفوا ولكن وقفوا هذه المرة لحماية الناس وتنظيم سيراً هل فعلاً كانت الصور اللي شفناها من الصدامات هي استثناء ولا هي كاعة القاعدة؟ الأمريكي دائماً بطبع يشوف الطريق مظلم مع أنه يسعى وراء الأمل في التغيير الأمريكي تعود على أن الحقوق ما تضيع مدام وراهم طالب دائماً يشوف النور اللي تأخذ النقر لكنه دائماً عنده مشكلة هذا النور اللي يشوفه من أي اتجاه جايد اشتركوا في القناة